الامومة بين الطفل الاول والثاني الكساء الطفل الاول الطفل الاول الابن البكري اوش الافص اسماء كثيرة تطلق على الصغير الاول لانثى الانسان فور تأكدها من الحمل بالطفل الاول تهتم بشكل مبالغ فيه بكل التفاصيل الشراشفة الملونة البافتات التافهة والببرونا اما مع الصغير الثاني المسكين فبقرب وصوله وانضمامه الى القطيع تتراجع نظرة انثى الانسان السطحية للامور بشكل مفاجئ وتبدأ في التمتع بنظرة اكثر عمقى الحس الامني الطفل الاول عندما تضع صغيرها الاول تبدأ انثى الانسان في تطوير حسة السمع لديها بشكل منحوظ فهي تبدأ في التقاط ادق الهمهمات والذذبات والاهتزازات القادمة من المصدر فتستشعرها بحسسية فائقة وتلتقطها وتحرم من النوم معظم الوقت يعنمها أما الطفل الثاني فالأمر يختلف عبدو 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 هيموت نفسه من عيات أه وار بيد الله يا حمد يا حبيبي هل تسمعني يا بابا؟ حاو يلا حبيبي حط تتينة في بقك يا باب حطتها كتاب سلام يا حبيبي مام يقضي عادة الصغير الأول لأنثى الإنسان أعوامه الأولى من حياته ملتصفا بأمه ولدا يقول اسمه العلمي في مرحلة ما قبل الانفصال هو الأوهو أو سوبر جلوب لا تمتد تلك الفترة حتى تزداد قواه بما يكفل الخروج للبيئة الأم أو الحضانة ويكون لذلك أثرا بالغا على اتزان الأم النفسي والعاطفي ما هو الطفل الأول بقى ويوصي خبراء الإنسان بعدم الاقتراب منها في حال رؤيتها في مرحلة الانفصال الأولى يعني بعد عنها أحسن لك حسنا الانفصال الطفل الثاني طاق ليه بي جارك درا واناق دارك أما الانفصال عن الطفل الثاني فهو أمر آخر مام خير مام 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 المام مام أنا ما لأنا وبعدين أنا قلت أن النمرة دي للطوارق بس والطوارق يعني دم ومن أرواع ما يميز أنثى الإنسان أنها تشعر بالأمومة المتدفقة تجاه صغيرها في لحظات الخطر ولذلك فقد رصدنا لكم إدارة الأزمات الطفل الأول البنت بلعت بزرة عنا الحقوني يا ناس الحقوني البنت تعددع مني الحقوني يا ناس إدارة الأزمات الطفل الثاني إنت بلعت جنيه فضة تاني الجنيه ده مخصوم من مصروفك اتفضل أمشي من قداني اطلع برا برا غور امشي